النهاردة زمالك بيستمر في تدريباته تحت القادة الفنية لباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق استقندا لمباراة المؤولية العرب اللي هتتلاعب ان شاء الله بإذن الله في الدوري المصر المحدد لها يوم 21 ديسمبر كارتيرون كان عنده النهاردة أفكار ليه علاقة بتقسيم اللعيبة المجموعتين علشان أداء تدريبات بيه الكرة في مساحات قصيرة قدام حضراتكم على الشاشة هتقول لي بعديها يا شباب قسم الرجل اللعيبة المجموعتين لأداء تدريبات بيه الكرة في مساحات قصيرة وشهدت مشاركة جميع اللعيبة وظهروا كلهم بحالة بدنية وفنية جيدة خضع خمسة لعبين لتدريبات أضافية وهم محمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عشور ومحمد أشرف روقة وعمر السعيد وحازم إمام التدريبات شهدت تسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء ووضع الجهاز الفني حاجز حديدي على أن يقوم الخماسي بالتسديد على المرمى بدقة محمود علاء اتدرب على تسديد ركلات الجزاء مرة تانية وأشرف كارتيرون على التدريب ده بنفسه ضربات الجزاء تحديدا الخماسي طرق حامد ومحمد عبد الشافي وإيمان حفني وعبد الله جمعة وإسلام جابر عملوا تدريبات بدنية إضافية أيضا اليوم ده ما تعلق باستعداد الزمالك لمباراة المقولين العربة وبالمناسبة بكرة قد يكون الإعلان عن اسم المدرب العام اللي حكومة موجود في نادي الزمالك مع بطريس كارتيرون المدير الفني للفريق باستعداد الزمالك موجود في نادي 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 الزمالك موجود في نادي